بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة دي أقرب قضية في المحاكم السعودية وهو أن رجلاً مسناً اسمه حيزان الفهدي تقدم بشكه إلى المحكمة في نزاع مع أخوه على إبقاء على دعاية الأم كل منهما يريد أن يرى أمه حاجة غريبة الحقيقة والحقيقة القاضي تعجب يعني فسأل القاضي الأم أيهما تريدين أن تعيشي معه فقالت أيها القاضي هذا هو عيني وهذا عيني الأخرى وأنا أحبهما ولا أستطيع أن أفضل بينهما حيزان الفهدي وده كان كبير كان مسن شوية الحقيقة والأخ الأصغر منه كان أكثر حيوية وقوة ومالاً وعنده سراء فكانت حجة للأخ الأصغر أقوى لأن أهل الأخوية ده ضعيف ومسن ومريض ولا يستطيع أن يخدم أمي كما تريد لأن أمي مريضة ومسنة وتحتاج رعاية وأنا أقوى منه وأصح وأكثر مالاً فحقيقة القاضي يعني بعد مدولات كثيرة أعطاه الأصغر لأنه أكثر قوة وحيوية وأكثر شباباً فظل حيزان الفهدي يبكي في المحكمة بكاء شديداً حتى رق قلب الأخ الأصغر ماذا قال؟ قال تعال معي أهيزان لتخدم أمك في بيتي وأقوم أنا برعايتكم ونعيش كلنا سوياً هذه قصة طبعاً عظيمة جداً بتبين الحقيقة الفهم الصحيح لهذا الإسلام لأن الحقيقة أن أعظم شعار الإسلام عبادة متقرب هو عبودية الله عز وجل بعده بشرطاً هو رعاية الأبوين كما يقول ربنا عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نمر واحد نمر اثنين وبالوالدين إحساناً وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف أمرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة يعني مرغ أنفه في التراب زلاً وتحقيراً وهواناً وضيعاً له كيف لا يدخل الجنة بأمه وأبيه إذا كان في رعايتهما ويخدمهما خير خدمة والحقيقة احنا أمام حارثة ابن نعيم وده نموذج عظيم جداً من الصحابة الحقيقة كان باراً بأمه براً شديداً حتى أنها كانت لا تأكل إلا من يديه يعني سبحان الله كان يتعمها الثلاث وجبات بيديه لا تأكل أبداً يرفض تماماً ألا تأكل إلا أن يتعمها بيديه وكان لا يرد لها طلب أبداً ولا يجادلها في شيء أبداً وكان لا يكتفي بذلك سبحان الله ماذا كان يفعل هذا الصحابي الجليل كان يتلمس مجالس أمه ثم يسأل عنها بعد أن تغيب عنه ماذا قالت أمي لأنه يخشى ربما تكون لها رغبة في شيء وهي يعني تستحي أن تقوله لا فكان يريد أن يعرف ماذا تقوله في الغيب لأنها ربما تستحي عن طلب معين فيقوم هو بتلبية هذا الطلب وقد وجده الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الجنة رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأىه يقرأ القرآن في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر إن الحقيقة إنسان لما يحسن لأمه وأبوه حتماً أولاده سوف يحسنوا إليه لأن البر دين وما تفعله في أمك وأبيك سوف تراه حتماً في أبنائك فإن أحسنت مع أمك وأبيك فسوف يحسن أبنائك عليك إن شاء الله